عادت الحكومة إلى عدن بعد غياب قسري لأكثر من شهرين لكنها ما لبثت أن غادرتها مرة أخرى ولم تستقر في مقر الحكومة في المعاشيق هذه المرة كانت الوجهة عددا من المناطق المحررة فبعد زيارة قصيرة للحكومة إلى محافظة أبيان توجهت إلى المكلة للمشاركة في الدكرى السنوية الأولى لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة ولم تلبث أن غادرت إلى جزيرة سقطراء تحركات في ظاهرها نشاط للحكومة وفرض حضور على الأرض غير أن الكثير من المراقبين يرون أن تلك التحركات ليست إلا هربا من الواقع القائل إن الحكومة غير مرغوب بوجودها في العاصمة المؤقتة عدم استبدال الحضور الفاعل والحقيقي في الأرض مقابل التحركات الشكلية لا يعزز حضور الدولة ومؤسساتها بقدر ما يكشف عن محاولات للقفز على جوهر المشكلة الحقيقية القائل إن هناك خلافا وتباينا بين الحكومة والتحالف الخلاف لم يعد سرا فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من العلاقة غير المتكافئة ظهر عدد من وزراء الحكومة بتصريحات تدعو لتصحيح العلاقة بين الطرفين وتجاوز عدد من التصريح بالخلاف إلى تقديم الاستقالة احتجاجا على الوضع المائل يخشى العدد من المراقبين للشأن اليمني أن تصبح تحركات الحكومة الشكلية في عدد من المحافظات بمثابة مغسلة لتجاوزات الإماراتية في تلك المناطب والتغطية على التصرفات الرامية لتقويد الدولة اليمنية خصوصا مع عدم ظهور أي تصريح حكومي عن الدور الإماراتي هل بات وجود الحكومة مقتصرا على التحركات الهامشية التي لا تصل لمرحلة المكاشفة والتصادم مع التحالف والكيانات المسلحة المدعومة منه في المناطق المحررة وهل تمتلك الحكومة الشجاعة على كشف التجاوزات والانتهاكات للسيادة اليمنية في سقطرة وعدن وحضر موت وغيرها من المناطق أسئلة لا تملك غير حكومة بن دغر الإجابة عنها لكنها لن تجيب عليها